كرة أمامية على طول كرة أمامية هذه التحركات هنا والمحاولات المرادي عن طريق اللعب المنتالك اللعب دائم عمل عرضية خطيرة لكن على طول يرجع يرجع أمامنا في هذه اللقطة إلى تيريش تيجي الموسكس انتفاع مستوى موسكس في الوقت المناسب صحيح يعني بالبعض يقولك أن بيسي في الفترة الحارجة ظهر بيسي واني بيسي بيظهر ميمان وعليه الأمان والهدف الأول هو الفنان هو الأسطورة هو الظاهرة بص شوف بيسي يكتم برأسه وياخدها على فقده يعملها حلوة 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 في مرمى الحارج السيني جو ليأتي الهدف الأول هدفه الأول هنا في هذه المباراة وهدفه رقب 32 في صدرات الهدفين بص شوف بيسي بيعمل إيه عشرة على عشرة ينطلق الظاهرة ينطلق الأسطورة في توقع وفي انطلاقه وفي لمسه وفي مصمة ويضع الطريق في المقدمة في دقيقة 12 من هذه المباراة ليو يسجل هنا هذا في رقم 500 وحد مص الخطأ هذه الأخطاء ميسي معهوش حد طبعا فيه هذه اللقطة بالمدافعين لكن شوف الزكاة وتوقع الخطأ وخد الكرة وانطلق والسندة والذي شالها يا والد يا والد يا والد يا والد ليو ليو هذه التوقع شوف الخطفة عملها حلوة قوي وكتم الكرة زي بناسه ووحدة على وش رجل وسندة تانية وبالشمال يضعها باقتدار 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 أمام هذه الهدف هذا الموسم في الدوري رقم 32 هدفه رقم 501 إجمالا في كل المسابقات رقم 344 في مسابقة الدوري واللي بيسجلوا في هذه اللقطة وفي هذه اللمحة وهدفه رقم روبو من الكرة في آير عشان تطلع إلى ركلة ركنية لصالح البلاو جرانا ودي أردا تورانو وديع الكرة من باكو الكفيرة ترجع مرة تانية لدينا الزغط بالمارسة التعديد هدف تاني يريح ودي الكرة الأرضية أندري جوميز أخيراً أخيراً أندري جوميز هو ليه هدف في بارما بانانسيا لديه السابق لكن هدف راكي تيتشي يستعب وأندري جوميز يضعها بكل قوة لتعبر عما بداخله من أحاسيس وانتقادات يضعها هنا أندري جوميز عشان يضع البارسة في نتيجة مطمئنة اتنين لشيء بعد مرور 30 لأميسي في ديئة 12 ويسجل أندري جوميز أمامنا الذي يحوز دائماً على سقة لويس إريكي ويتلقى انتقادات ويضعها رائعة بباطن القدم من عند دقطة الجزاء شوف هنا بقى الكرة من راكي تيتشي معمولة بالسانتي ودي التزديدة من اللعب أدري جوميز يضمنها بباطن القدم يضعها على يسار سيني جو وبالفعل كانت محاولة من آير ولكن البارسة يعرف الطريق للعودة هذه التالي شتيجل لعب 31 مباراة بارسة في حالة فوزه من 3 نقاط سيبقى 78 نقطة من 34 مباراة الريال مدريد 75 نقطة من 3 نقطة للقاء وهيلعب يعني بعد هذه مباراة بشرة في ملعب ريوثور أمام فريق دي بورتيبولا كورونيا هذه أمامنا هنا كوراة السابقة كوراة السابقة تزديدة على طول وهدف هنا لناني أوساسونا هدف لأوساسونا في هذه اللقطة عن طريق اللاعب روبيرتو طوريس وهدفه السابق هذا المسر روبيرتو طوريس يسجل هنا من الكوراة السابقة حائط البشري في اللقطة الماضية ومسؤولية تيريش تيجن اللي توقعها من فوق الحلوية وخد الخطوة ولكن على طول الكورا راحت في الزاوية تاعت تيريش تيجن خطأ من تيريش تيجن الألماني وهدف في مرمى تيريش تيجن اللي يقلس النتيجة إلى 2 البرسة واحد لأوساسونا هنا عن طريق هذا لما في 10 مباريات الأخيرة في الكاب نو يسجل البرسة المعه 30 هدف ويسجل ساسونا هدف وحيد في هذه اللقطة يبقى هدفه الثالث في 11 مباريات اللعب وإيلا احتساب أخطاء ويتحدث مع اللعبين رأسية بي كي كان من الممكن كورسة كبيرة جدا كانت كورة اللعب ماتشرانو رأسية اللي كانت ارتطمت في القائم في الديئة 51 وأيضا الكرة اللي كانت طبعا فيها مطالبة براكل الجزاء لكن لم تحتسب ودي أمامنا استلام يا والد يا والد يا والد يا والد هي الحلوة من الأول من بيكي تتدم القائم وأندري جومش في هذه الليلة يضع نفسه بقوة سجل في مرمى بالينسيا وسجل هدف تاني المتابعة تأتي المرسة الأفضلية 3-1 وتريح الأعصاب ويتقدم المرسة بفارق الهدفين مرة تانية على هذا الفريق أساسون هذه الكورة القوية من بي كي ترتدم القائم واستيوانا عن الاستلام بهارة عالية قوي من جالب اللعب بي كي وبالقدم اليسر ترتدم القائم اليمين هدري جومش البرتغالي النهاردة في قمة التألق وبنفس الطريقة بباطل القدم لكن المرة دي من ردة فعلة عالية عرضية راكي تيتش في الهدف التاني وقائم وكورة بي كي ترتدي إلى أدري جومش اللي بيادع البرسة في تقدم وتقدم مريح 3-1 هدف روض البرسة هنا في منعب اللقاء استلام على طول من جانب بي سي يبحث عن هدف جديد يا عيني يا عيني يا عيني بلمس الفنان بإحساس الساحر بي سي أبدا هنا يا عيني كنا باقتدار 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 104 سنائية خلال أهدافه 104 مرة يسجل سنائية عنده 33 هاترك عنده 4 مرات سوبر هاترك خمس أهداف في مباراة واحدة حققتها مرة واحدة هذا هو هذه أمامنا هو ليو ميسي يسجل هدف بإيه يعني لامس الميسي شوف ميسي شوف ميسي والخطونات ميسي وإحساس ميسي قال يهو الرجل استلم بحدي كأنها تأسيمة ووضعها قوية قوية جدا هدف بنفس الكيفية بنفس الطريقة اللي سجل بيها في مرمى ريال مدريت عملت له من إنيستا المراتي بقى هو راح ووصل إلى المكان المحبب وهدف من خارج منطقة الجزاء 74 هدف من أهداف روكنية رقم 7 في المباراة 4-1 للبارسة سهولة المباراة يعني واضحة طبعا لما سجل أساسونا وكان ممكن يعادل النتيجة قد يعمامنا هدف جديد باكو باكو الكثير يسجل هنا في هذه اللقطة هدف الخامس في الليجة وهدف البارسة الخامس هدف البارسة الخامس 5-1 يوالا 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 يعني باكو الكثير قدود الإسباني القادر من فالنسيا هدف يأتي هنا عن طريق باكو الكثير اللي شارك في اللقاءات الأخيرة واللي أصبح عنصر بالعناصر الأساسية سبع لقاء لي كلعب أساسي ومرتين 12 مرة كلعب مديل هدف أمدنا ماتشرانو شوف رايح فين وباكو الكثير وهدف أمدنا صراع مع اللعب آير ولكن صعبة على سيني جو اللي في هذه اللقطة طبعا يتعرق للهدف خرج ميسي وماتشرانو هل يسجل أول أهدافه بألوان البارسة ماتشرانو ماتشرانو آخر أهدافه الدولية كانت مع الأرجنتين في مرمى تليندادو وتباكو وهدف تاريخي تاريخي صحيح هو الهدف السادس في مرمى وسنسونا المتواضع ولكن ماتشرانو أخيلا يسجل بألوان البارسة ويسجل ريكي وأمامنا هو اللي ممكن يخلفه أخوان كالوس أنثوي والحوار ومن الخلف ميسي كأن ميسي هو اللي ألهاله قال له خلي ماتشرانو يسجل النهاردة ماتشرانو كان قريب أنه يسجل في أكتر من كرة ويسجل خفير ماتشرانو هدفه الأول بألوان البارسة في هذه الكرة وفي هذه اللقطة قوية قوية كرة في شباك سيريجو يتصبح النتيجة بهذه الكيفية بهذه القوة يضعها في منتصف المرمى وسيريجو ومن الكرة اللي سنددها اللعب كيرلس ألينيا الذي لعب في هذه المباراة ودخل بديلا لميسي بعدما أنهى الأمور وحسم الأمور ميسي في هذه المباراة حسنها ميسي بهدفين في اللقاء إسبان يقول لك ميسي مات يعني ميسي قتل المباراة مات البرتيدو يعني ميسي قتل هذه المباراة لأن ميسي سجل الهدف الرابع وقال السلام عليكم وطلع واتعنا من المباراة بعدما سجل ودخل مكانه أليم هذه الاستحوال ستة وسبعين أربعة وعشرين تزيدان ستاشر تلاتة النتيجة كما هي على الشاشة ستة واحد نصف دستر ودي عمامنا باكو الكفار في هدف جديد في هدف جديد عدى 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 وفا نسجل السابع السابع سبعة واحد باكو الكفار يسجل ثنائية ويقول أنه حادر وبقوة في هذه المباراة وثنائية والهدف السابع في الديئة ستة وتمانية الديئة ستة وتمانية باكو الكفار صاحب الهدف الخامس وصاحب الهدف السادس كان ماتشرانو وهدف السابع كان لباكو وأمامنا سيدي جو النهاردة سيدي جو يدخل في مرمى سبع أهدف في هذه الليلة أكبر فوز تمانية لجي كان لصالح البارسة بص نشوف دانس وارث تمريره ودفاعه ساسونة طبعا يعني في هذه اللقطة يدخل في مرمىهم 82 هدف والبارسة بيسجل كده 101 هدف في السبعية النهاردة سبعة واحد في هذه المباراة صحيح كان فيه تمانية لجي كان ذلك فيه 2011-2012 وأيضا كان فيه سبعة لشيء فيه 2013-2014 لما سجل البارسة سبعة لشيء هنا فيه ملعب الكاتب باكو الكفاء يسجل الهدف السادس ليه في الدوري هدف ست أهداء بالباو وغرناطا وليالسوسيدان